الذي يليه 925 هجري نجد حلف بني لام ويشمل هذا الحلف قبيلة شمر وانطير واروق من عتيبة والبقوم وبني خالد واسبيع والظفير وكان هذا الحلف بقيادة بني لام وتفكك في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري يعني تقريبا في عام 950 تفكك هذا الحلف ذكر ذلك ابن اياس في كتابه بداع الزهور في عام 950 هجري في كتاب الايجاز في تاريخ البصرة والحجاز في تاريخ البصرة والاحصاء ونجد والحجاز للمؤلف عارف بن مرضي الفتح نقلا عن كتاب بداع الزهور لابن اياس ذكر أن قبيلة شمر ورثت بني لام بالزعامة في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري وكانت ضمن حلف بني لام يعني تظهر على الاحداث شيئا فشيئا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر